موسيقى بالله الرحمن الرحيم الحمد بالله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه لا شك أن الصوم مدرسة مدرسة يمكن أن يخرج منها المسلم بدروس وعبر وبفوائد كثيرة إذا التزم بالقواعد سليمة للصوم الصحيح بطبيعة الحال أولا قبلكم لشيء المقصود من الصوم كما ذكر القرآن الكريم هو التقوى فالصوم عبادة والمقصود من الصوم أن نتخذه عبادة وأن نكثر فيه من العبادة وأن يكون هم المسلم في الصوم هو أن يجتنب المعاصي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه لذلك ليس المقصود من الصوم هو الجوع إلى المقصود من الصوم هو تنقية حياتنا من المعاصي والتقرب إلى الله أكثر ويكون هذا هو الهم للمسلم في رمضان وفي نهار الصوم وليله لكن في المقابل الذي نراه في مجتمعنا هو أن كثير من الناس ليس الكل والحمد لله ولكن كثير من الناس يكون عندهم في الاستعداد لرمضان الاستعداد يعني الاستعداد بجمع المأكولات والمشتريات بحيث نحن نزيد الاستهلاك في رمضان بدلا من أن ينقص مع أن الطبيعي المنسجي مع رمضان هو أن ينقص الاستهلاك وأن ينقص كمية الأكل التي نتناولها كل يوم نحن مع الأسف الشديد أحيانا نرى العكس هناك زيادة في التركيز على الأكل في رمضان وخصوصا بعد الإفطار بدلا من التركيز على شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى الدعاء هو للصائم عند فطره دعوة لا ترد وعلى عبادة وعلى الإقبال على العبادة لهو اللي خصوصا نعمر به ليالي رمضان ونهار رمضان إذن خصوصنا أول حاجة هو مركز الاهتمام أن نحوله من الطعام والإكثار منه والتفنن فيه لأنه كنشوف البعض كيتفنن في الطعام وفي الشهيوة في رمضان أكثر من خارج رمضان وهذا ينقص من تأثير الإيجابي للصوم والفوائد الكثيرة للصوم التي يمكن أن يجنيها المسلم ثانيا نوع الطعام بدلا من التركيز على السكريات وعلى الدهنيات خصنا التركيز على الأطعمة الطبيعية الخضروات الفواكه الأسماك هذا هو الأطعمة التي يجب أن يتناولها المسلم أكثر نحن مع الأسف أحيانا كنشوفوه أحيانا في الموائد الإفطار لا خضر لا فواكه وإنما كثرة الدهنيات وكثرة المعجنات وكثرة السكريات وهذا قلب كل إنسان شوية دي الحلويات والآخرين طبيعة الحل هذا ما فيش مشكل ولكن الإكتار حتى تصبح هذه الأنواع هي المسيطرة على أكلنا هذا لن يفيد الإنسان وإنما وإنما غادي ضره ثالثا قصنا نركزه باش تكون الحياة ديالنا في رمضان طبيعية عادية كما كانت كان مشوهوا العمل ديالنا وكان خدموه وكان نرجعوا البيوت ديالنا وكان أديوا العمل ديالنا وكما يجب ونركزه باش يكون عندنا التركيز وحضور الدهن في العمل اللي كان أديوه فالإنسان يقلب العادات ديالنا في رمضان الليل ولا نهار ونهار ولا ليل ما يقدش بقي يخدم ويدي الواجبات كما يجب كما فلذلك إذن الصوم ليس هو فرصة لقلب العادات ولإرباك حياة الناس وإرباك أعمالهم وإرباك صحتهم وخصوصا جهازهم الهضمي لكن رمضان بالعكس سيكون فرصة باش هذه الأمور تطور نحو الأحسن وما يمكن تطور نحو الأحسن إلا إذا كان هناك التزام من قواعد الصحية الضرورية في الأكل في النوم في التعامل مع الآخرين وهذه القواعد الصحية هي التي تجعلنا نصوم رمضان ونحن مرتاحين ونشتاق دائما إلى هذا الشهر